صباح الخير أنا أستاذ دكتور حسن علي المغربي أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقب للزوجين بكلية طب السكندرية وزميل جامعة تلانسلفانيا بالوقت المتحدة الأمريكية ومدير مركز الحياة لحق المجاري بمستشفى أليكس سيدني النهاردة أنا باتكلم على حاجة مهمة جدا بالنسبة للعلاج العقب للزوجين هي اسمها المانيج من بلان أو خطة العلاج ما ينفعش أن أنا يجي لي زوجين يبدأوا العلاج من غير ما يعرفوا هما الدنيا هتمشي معهم إزاي لفترة خطة العقب دي بتقول إذا كان تلت أو أربع عنواع علاجات ينتصلحوا للزوجين أنا هاختار حبدأ بمين وليه ومدة العلاج الأولاني ده قد إيه ونسب نجاحه قد إيه يعني مثلا لو أنا حبدأ قدي علاج تنشيط طبويض هقول والله أنا حدي علاج تنشيط ده لمدة تلت دورات التلت دورات دول بين كل مرة شهر راحة يعني يبقى التلت دورات دول هيأخذوا ستة شهر أو سبعة شهر أنا هتابع العينة شهر واحد عشان نعرف النبط بتاعها وبعد كده هخليها ما تجليش عشان ما تبطلش زيها أنا طول النهار رايحة وجاية يبقى ده إيه نمر واحد الجزء الأولاني من خطة العلاج تنشيط الطبويض وهقول والله إن أنا لو عدت فترة ستة شهر وما حصلش حمل حنقل على الخطة بيه أو الجزء بيه من العلاج الجزء التالي ده هيأخذ مني فترة شهرين أو ثلاثة وبعدين لو ما نفعشي هروح للجزء التالت وهو الحقن المجهري في بعض الناس بتبقى ما ينفعاش الكلام ده هتروح على الحقن المجهري مباشرة في ناس ما بينفعاش الحقن المجهري هتبقى التنشيط طبويض مباس لكن اللي أنا باتكلم عليه إنه لازم بقى فيه خطة علاج بتشمل إيه اللي هيأخذه العيان لمدة قد إيه نسب نجاحه قد إيه تكلفته قد إيه لازم المريض بتاعي يوافع على خطة الهاج دي وبعدها لا أحيد لأنا ولا المريض على خطة الهاج دي علشان أقدر أتابعه بطريقة كويسة الحقيقة ده اللي تعلمناه على مدى تلاتين سنة من علاج لأوكم للزوجين إنه لما خطة علاج وبعملها كويس نسب الحملة تبقى عاجة جدا سواء في الخطوة الأولى أو في الخطوة التانية أو الخطوة التالتة لكن إنه أنا أخد عيات مباشرة أحطه في الحقن المجهري وبعدين ما يحصلش حملة مثلا ويرجع بعد كده كان ممكن يحصل حملة بحاجة أبسط ويبقى زعلان المريض وأرى زعلان والزوجة زعلانة والناس تكتئب لا ما ينفعش يبقى لازم بالنسبة الخطة الهاج دي شيء مهم جدا نتائج العلاج لازم تشرح في كل خطوة نسبة الحملة في الأولى قد إيه نسبة الحملة في التانية قد إيه نسبة الحملة في التالتة قد إيه ما تبقاش الناس متوقعة مثلا إنها آه خدت تنشير طوبيط هيحصل حملة الشهريدة وبعدين ما حصلش حملة تقعد تبقى زعلانة ومش مبسوطة وكلام من ده لكن لما بشرح قد إيه فترة العلاج إيه نوع العلاج إيه نسب النجاح إيه تكلفة العلاج حنقل من خطوة لخطوة إزاي كده بيبقى الأمر جيد ونسب نجاح عليه فأنا بدأ لحضراتكو إن إحنا لما نبدأ علاج عيوكم للزوجين لازم بقى فيه حاجة اسمها plan of management معطوطة ويتم نقشتها للعيانة وللزوج ويتم الموافقة عليها ولا نحيد عنها لإن ده بيرفع نسب النجاح جدا وبيخليش عيان يتظلم يروح لخطوة ما كانش يحتاج يروحها أو يتكلف تكلفها ملهاش زاعي وشكرا اشتركوا في القناة